السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو اليوم صغير وبسيط خاص بعجنة بريزيل خاصة بالضغط او الموالح كجي رائعة بزاف شوفوا معي الفيديو بسم الله على بركاته اللي عندي هنا نص كيلو ديال طقيق طقيق ديال الحلوية ابيض كي يدي نص عبار ديال الزبدة يعني ربع ديال الزبدة وكي يدي الماء نص ديال عبار ديال الزبدة يعني 500 جرام طقيق 150 جرام زبدة 125 جرام يكون بارد والزبدة كذلك من الثلاجة هاي وحدي كتف معي خرش تمت اللاجق وغدت ديال الزبدة ديال السكر بودرة وقبصة الملح السكر اذا كنت تعدمو بها الحاجة حلوة والملح عملوها اذا كنت تعدمو حاجة ملحة عملو للملح زيدة شوية هنا غدي نجب هذه الزبدة انقضت عقيتها صغيرة باش تسهل عليها لنبسها مع هذا الطقيق هذا طريقة سهلة ونجحة الاهم الحاجة لخدمة دياله سيكون مزيونة في واحد قرميشة رائعة كنت تشبه على العجينة مرقة غير هي ما كنت تنفخشي على العجينة مرقة ولكن كنت تجي مرقة لعجينة ها هي عملتك دقيق والملح سكر غلاسي سكر غلاسي سوف نجحةỡ السكر غلاسي ونضحفت الزبدة ويقعد الزبدة showed that it's a qq70 ال pack من ح Hail حتي אם ده ج دخلو الزبدة حتى إربما بعد للك كيف تستمرت هذا الطريق تصليح الموالح اتخذ الموالح ونقوم بإصدار البيض سوف نقوم بإصدار البيض سوف نضيف الماء هذا العبار يجمع لك العجينة هذه العجينة مهمة غير نجمعها غير هذه العجينة تطرق الزبدة نضيفها في بلاستيك ونحصدها في تلاجة ترتاحها ونخدمها ونضيفها في الكونجيلاتور في أي حاجة تحتاجتها تكون عندكم دائماً في الكونجيلاتور سوف نضيفها العبار يجمع لك الجمع من المول 24 سنة سوف نتلقو معكم كيف يمكن أن ترى القوام ونقوم بها ونجمع لها تجمع لمساعدة تطريق ونقوم بها حيث تدريبها تجمزيونه بزر تقرميشه دياله ها هي متوبة نزلها في المولدين مطيوها هكذا شوفوا معينك تهرس متاشي حاجه صافي وقد نزلها في المولدينه اه اه وقد عدل بها اللي بعيتو حلقون لكم ناشحة متخافوش منا التفاصيل والطريقة الخدمة هي اللي خصكم تردوا بل انه متدلك شي فقط صافي وهاي انا وردت لكم هنا يا انا معدلة بها تغطب اللينغاس ومعدلها تغطب اللينغاس كذلك انا كتعجبني اللينغاس واللوس معدلها كذلك بالعجينة اخرى اللي كيجي فيها البيض غدني نخليكم الروبط كاملة اسفل الفيديو انتم مخطروا لي عجبتكم كميك يجيون مزيونين بقريقة نقول لكم شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في وصف القديمة ان شاء الله